انا باسم رئيس الوزراء الموقر ساعدة الشيخ خليفة بن راشد الخليفة واسم الشيخ خليفة بن علي الخليفة لحضور حفل الاستقبال الذي اقامه ساعدة السيد ويليام روبوك سفير الولايات المتحدة الامريكية الصديقة لدى مملكة البحرين في فندق الدبلومات بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الامريكي ال41 بعد المائتين وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والمدعوين ونقل الشيخ خليفة بن راشد الخليفة واسم الشيخ خليفة بن علي الخليفة تحياتي واتهاني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى القيادة والشعب الامريكي الصديق بهذه المناسبة وتمنيات سموه للولايات المتحدة وشعب الصديق مزيدا من التقدم والازدهار وأكد على عمق أواصر علاقات التعاون والصداقة التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة في شتى المجالات من جانبه عرب سفير الولايات المتحدة الامريكية عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه من دعم لكل ما يسهم في تطوير التعاون القائم بين البلدين الصديقين مؤكدا حرص بلاده على توسيع أوجه التعاون مع مملكة البحرين بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين ترجمة نانسي قنقر